تواصل الدولة جهدها لإعادة عمار وتطوير المساجد وفي هذا الإطار تفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وذلك بعد إعادة تطويرها ووجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة تأبيوت الله بصفة عامة ومساجد أهل آل البيت بصفة خاصة وأكد وزير الأوقاف أن إجمالية المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها أو تجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس السيسي 11887 مسجداً بتكلف قدرت بنحو 18 مليار جنيه